ما حقيقة الخلافات على كابينة علاوي داخل البيت الشيري؟ هل القوى الشيعية الخمسة متفقة؟ هل ستمرر الكابينة؟ سمعنا أخيراً أنه الفتح لديه أيضاً تحفظات هل انتهت هذه التحفظات؟ هل سيدخلون إلى البرلمان بتحفظاتهم؟ حقيقة هذه الخلافات أستاذ عدنان؟ بشكل صريح يعني من يدعي أنه هو يمثل مكون هذا الدعاء مصحيح من يدعي بأنه ابتعد عن المحاصصة ويريد يدخلوا إلى السيد محمد توفيق علاوي بعنوان ممثل المكون هذا أسلوب آخر ووجه آخر من أوجه المحاصصة المرفوضة أصلاً من يدعي بأنه هو الممثل الحقيقي لمحافظة معينة فالحكومة هي حكومة اتحادية هي حكومة مثل العراق كلها من حق الحكومة الاتحادية المركزية من حق رئيس الوزراء المركزي المكلف أن يختار الحكومة التي أعجبه والتي يستطيع من خلاله أن يقوم بعمل ناجح هذه كل إدعاءات باطلة الهدف منها هي بسة مكاسب تعرف القضية بهذا الشكل ولا غير شي ما إنه أنه أنا ما جاء مثل خب هو الرجال الإلمان رح يختار رح يختار ناس اللي أنتو تعرفوهم الناس اللي ناس هم تعرفوهم وبالتالي أداهم رح يكون واضح وما رح يشتغلون خلف الطاولة رح يطلعون قدام الناس رح يصوتون عليهم وهذا الوزير وهذا اسمه وهذا السيفي مالتك ما أعجبكم للصوتون علي أعجبكم أن أسعلم به يعني هاي قضية المكونات ساد نجم صدقني اليوم البارحة سمعت في التصريح حقيقة هزني من كياني من جديد تتذكر أنه يا كوايح شيئنا على مسائل الطائفية وكذا تتذكر أيام جمان تمام وشفت الشعارات اللي كانت ترفع شنو هي التهميش وكذا البارحة واحد قال همشنا هذا همش المكون السني وهمش الأكراد وهذا شوفها بدأت ترجع يعني إثارات خطيرة يعني يعني عوذي باللافت وتهديدات على هذا المستوى فهذا شوفوا وين واصل الوضع الوضيع بسمى هذوله هاي من جهة بالنسبة لمكون الشيعي المكون الشيعي بشكل عام بشكل العام هو دائم لترشيح السيد محمد توفيق علاوي وسوف يتفق على يعني تصويت إليه بداخل المجلس النواب مؤكد يعني لكن الضبانات لنجاح علاوي اختلفت الكتل الشيعية في ضماناته يعني بعضهم قال الضمانات محدودة بهيبة الدولة حصر السلاح بيد الدولة والقيام بانتخابات مبكرة القسم الثاني قال لا إخراج القوات الأمريكية وإعادة الهيبة للدولة ثم محاربة الفساد وإخراج الانتخابات مبكرة خلوا الأولويات كل واحد خلوا أولويات مختلفة الثالث من الشيعة يقول لا لا هاي ولا هاي عليه أن يحدد علاقاتها من الآن بالأوضاع الإقليمية والدولية ويطين التصورات عن ما سوف يقوم به مستقبلا من هذه العلاقات ويخلصها من هذه قضيوها هكذا الكدهة الشيعة هاي أولوياتها شوكت رح تختلف رح تختلف بعد تشكيل الحكومة الآن قد يكون أجمعهم رح يرحل ولكنها ملزمة بتبرير الكابينة أستاذ عدنان نعم 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 رح تبرير الكابينة يعني هم الآن مصممين على الحضور بكثافة وعدم تبليغات كاملة بأن يحضروا جميعا دون استثناء وأعتقد اليوم الإحصائيات تشير 180 نائب خليني وياك قبل أنت أنتغادرني